يقول لك يا بل شقاق وبيوت وليالي حمراء وتصوير ودق ورقص واستدرال نسولف أنا وياك في قصة من القصص اللي أيضا كان للداخلية دور بيها هي قصة الفانسستات والبلوغرات وهذه القصة التهمة بها ضباط وشبكات والداخلية أجرت تحقيقات كبيرة إلى الحد الذي اجتهد الكثيرون بالكثير من القول إلى الآن هذه القصة ما نعرف تفصيلاتها وين تحقيقاتها شنو علاقة الفانسستات شنو علاقة الضباط بهم شنو وين صارت التحقيقات بهذه القصة سيادة اللواء ومنهم المتهمين والمتهمات نعم هو في وقت من الأوقات أحد الفانسستات ظهرت وهددت ضابط تزامن هذا الموضوع مع تحقيق قامت به تحقيق مركزي بأمر السيد القائد العام للقوات المسلحة بوجود شبكة للابتزاز تمارس ابتزاز تتعاون مع صفحات تقوم بابتزاز تقوم بالتشهير بأسماء وبضباط وبمناصب في وزارتي الدفاع والداخلية لذلك هذا الموضوع جرى خلطة شعبيا وفي الحقيقة ما إلى علاقة التحقيقات التي تم إجراءها ما لها علاقة بقضية الفانسستات وغيرها القضية هو لدى ضبط بعض الصفحات أصحاب بعض الصفحات التي تقوم بالابتزازات اعترفوا على كثير من القضايا وهناك بعض الأسماء التي كانت لهم علاقة والتواصل معهم من خلال التفريغ المعلومات الموجودة في موبايلاتهم وكذلك اعترافاتهم وهكذا هناك تحقيقات استمرت بعدها معمقة وأحيل العديد من الضباط إلى الأمر عن خلفية هذه القضية يقول لك يا شقاق وبيوت وليالي حمراء وتصوير ودق ورقص واستدراج هذا ما شاهدنا بالسوشيال ميديا لكن التحقيقات لم تكن تتعلق بهذا الموضوع ولا كان إلى صحة هذا الموضوع لكن التحقيقات اتجهت وقضية للأسف بعض الضباط مارسوها وهي قضية ابتزاز أو تشهير بضباط آخرين بقصد أغراض وظيفية إلى أنه بصراحة أنتحدثت مع مستويات عليا حول قصة لأن هناك إساءة لضباط وضباط كان لهم دور وضباط قاتلوا وقضية ضباط كان جدلين بالاحترام يعني ما يشيل يلزم تكرم حذاء على صورة الضابط لمجرد الظن لماذا لا تنشر هذه التحقيقات سيدة اللواء؟ هل نستطيع أن نطلع عليها؟ مؤكدا بعد أن تنهى كل التحقيقات وكل المعلومات الواردة في تلك الأجهزة سيكون هناك قرارات أخيرة لهذه اللجنة وتعرض بشكل شفاف أمام الرأي العام هاي شسمة البلوغرات ماذا الفانشستات ماذا يسمونه جدتي ولزمة التليفون هالشكل نافخة شسمة ونافخة هذي وحطت الهجكسارة هذا حبيبي جاب ليها هذا دادي جاب ليها وعدنا ناس ما لاقيها تعشى عمي ذولة شوفولهم تشارة ظن المصلخات والنار كلها بابي ودادي والسيد النايب والسيد القائد وراكبت له سيارة بـ 250 ألف دولار هذا الفقير من يشوف هالشكل سيسوي يشرب مخدرات يدق على رأسه يشق هدومه من ورش تمساف لساقطة ذولة عالجوهن ذني ذني الدايحات شوفولهم حل صحيح طالعا مسلخة وواكبت له واحدة عاهرة ساقطة اللي يقول له هاني بلوغر هاني فاشستة هاني راكبتك سارة هاني جايبي لها شي سمعه جي غلاس ذولة اللي يدمروا المجتمع أمام الفقرة سيادة اللواء الله يسترع عليك سلمي على السيد الوزير ذني لا تخلوهن هقامني حكما هو فعلا هو فعلا أستاذ نجم يعني التهديد الذي يأتي عبر الأثير أنا باعتقادي أخطر بكثير من التهديد الذي يأتي عبر الحدود اليوم الأثير هو في داخل بيوتنا وهذه المحتويات وهذه القضايا موجودة في داخل بيوتنا لذلك حقيقة هناك راح يكون عودة إلى قضية المحتوى الهابط وفق رؤية حديثة وجديدة وهناك إصرار بملاحقة كل المسيئين إلى أعراف المجتمع العراقي وإلى أخلاقيات المجتمع العراقي اللي يتباهى بأصالة ومعتقدات وثقافة تقاليدنا العزيزة هوالي خلينا قبل ما أختم أريد أن أقول إذن نموات السيليكون عمي أكو فرق كبير بين الشهرة والشهيرة الشهرة تأتي بمنجز الشهرة تأتي بارتكاز الشهرة تأتي بألم الشهرة تأتي بأخلاق عم الشهيرة اللي أنت تقولون ومرأة تقولون أن المشهورة يا بأ هاي التي تأتي بابتدال وبيع للشرف واللا أخلاقيات ولو كانت دولة والله لقصص رجلية مدير دعاة الألاقات والإعلام في وزارة الداخلية السيد اللواء خادر المحنة كن السعيد بلقاءك سيادة اللواء تحياتي واحترامي لك ولكل الأبطال في وزارة الداخلية اشتركوا في القناة